حياكم الله من جديد رح ندخل في موضوعنا مباشرة مع ضيفنا هون في السوديو فلسطين هذا الصباح العميد موسى جرادات مدير إدارة السلم الأهلي في الأجهزة الأمنية صباح الخير حياك الله في فلسطين هذا الصباح يا كل المشاهدين عرفنا عن هاي اللجنة شو الأهداف اللي بدكم اتطبقوها وإيش مجتمعنا بيستنى من إنجازات عملكم يعني هاي الإدارة تم تشكيلها بشكل أساسي من جهاز الأمن الوقائي بقرار من سيادة اللواء زيادها بالريح ولاحقا تم اعتمادها من قادة الأجهزة الأمنية وتم اعتمادنا بمسمى مدير إدارة السلم الأهلي والأمن الاجتماعي في المؤسسة الأمنية لاحقا تم تقديم هذا المقترح أو هذا الاستحداث الجديد للحكومة وتم اعتماده بمسمى اللجنة العليا للسلم الأهلي والإصلاح وهي أتت تعزيزا بقرار الحكومة لحاجة تلماسة ولحاجة كل مواطن للسلم الأهلي في مجتمعنا الفلسطيني خلينا تحدث بتفاصيل أكثر عن موضوع السلم الأهلي والحفاظ على النسيج المجتمعي داخل مجتمعنا حضرة العامين تحديدا في ظل فترة كورونا وعملكم لتوج بهذه الفترة الأجهزة الأمنية بمختلف أقسامها ودوائرها كان عملها مركز جدا في هذه الأزمة كيف كانت ألية عملكم وما هي طبيعة عملكم في الأيام العادية أيضا؟ يعني هذه الجائحة كانت مباغتة ومفاجئة لشعبنا وكانت سنة صعبة وعسيرة جدا سواء على المؤسسة الأمنية أو على القطاع الصحي أو على كل القطاعات حتى الإعلامية وبالتالي كان العمل شاق ومبني وصعب في تنفيذ وتفعيل دور الأمن بشكل مباشر في احتكاك مباشر مع المواطنين مع الناس مع الشجرات مع النزاعات مع المشاكل فبالتالي كان في مخاطرة عالية في أداء الأمن في دوره لكن نحن نحكي أن السلم الأهلي حتى سيدنا إبراهيم ناجى وناشد ربه وقال ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وأيضا في آية أخرى أنه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فالأمن والأمان والاستقرار هو حاجة ضرورية وفطرية وحيوية لكل مواطن ونحن نعيش في ظل جائحة والجائحة الأكبر هو الاحتلال وتقطيع أوصال وطننا وبالتالي إمكانية العمل بشكل سهل وسلس أمر غير متاح فالمؤسسة الأمنية والحكومة أرادت من تشكيل هذه الإدارة أو هذه اللجنة العليا للسلم الأهلي ابتداء واستحداث شيء جديد يؤازر ويوازي ويدعم عمل الحكومة وعمل الأمن وهي مجالات تواسعة ومتعددة يعني كثير من حاجة الناس لها علاقة مثلا بالقضاء وملفات مكدسة في القضاء لها سنوات طويلة غير مبت فيها وبالتالي هذا ينتج عنه زعزع للسلم الأهلي فبالتالي عندنا ممكن في نقص في طاقم القضاء في إمكانيات غير متاحة للنظر في هذا القضايا وتحديدا في ظل أنه اليوم فيه إصابات فيش إصابات إغلاق المحاكم فإحنا بدنا نحاول نروح لروح القانون أنه نعمل مصالحات لها علاقة بالقطاعات ونحاول أنه القانون هو سيد الموقف وهو الحكم بين الناس ويجب تعزيزه ويجب إسناده بطريقة أنه نحافظ على روح القانون وليس على النص الحقيق حضرة العميد هذا اللي بيخلينا نسألك عشان نوضح للسيدات والسادة أنه وين بتلتقوا مع روح القانون زي ما أنت حكيت وين أنتوا مستحيل تكونوا بديل عن القانون يعني قد يقول قائل طيب ما هو في قانون شو الهدف من هيك لجنة؟ كيف من رد على هذا الموقف؟ صحيح يعني أنا ذكرت في سياق حديثي موضوع المحاكم صحيح والنزاعات القائمة إرثية أو على خلافات على أراضي أو على عقرات أو على أموال أحيانا المصالحات هي تسهل طريق القانون ولن تكون بديل عنه ولن نقبل أي جهة لا عشائرية ولا أهلية ولا من كانت أن تكون بديلا عن القانون يجب تعزيز القانون وتعزيز سلطة السلطة الوطنية الفلسطينية بأنظماتها وقوانينها السارية ووفق الدستور لكن أحيانا أعمد إلى عمل مصالحة لتسهيل بدل القضية ما تقعد في المحاكم أربع خمس سنوات لا بالإمكان عمل مصالحة ضمن ما ينص عليه القانون بروحه وليس بالنص الحرف تبقى ذكرت نقطة مهمة فيما يخص موضوع العشائر ومجتمعنا له خصصيته بهذا الموضوع والعشائر دائما حاضرة حتى في ظل وجود القانون وفي ظل قيام الترفعات والمحكمة كل هذه الإجراءات القانونية بالتالي كيف أليات عملكم بتكون وجودة في ظل وجود العشائر في ظل عديد من القضايا اللي تحل العشائريا ولا تتجه إلى القانون يعني العشائر هي مكون أساسي من مكونات شعبنا الفلسطيني وبالتالي لها أدوار حيوية أحيانا في فضل نزاعات أو في التدخل من قبل رجال الإصلاح لحل نزاعات أو شجارات آنية فورية يعني نشب شجار في أي منطقة بنشاهد أن كثير من رجال الإصلاح الشرفاء وأنا بحط بين قسين الشرفاء أصحاب الأياد البيضاء في هناك فعلا رجال بحاولوا أنهم يدخلوا من تحت عبائة العشيرة ويبتزوا أو يسترزقوا أو أنهم يفتنوا أو يحققوا مآرب شخصية أو يحققوا مآرب شخصية وبالتالي هؤلاء فئة يعني لا نعتمدها ونعتبرها يعني ظلوا وسلوكا غير محترم أما الشرفاء من رجال العشائر والرجال الإصلاح نرحب فيهم وسيكون عملهم في إطار العمل الحكومي ولن تكون في يوما ما العشيرة بديلا عن العمل الحكومي الرسمي وعن القانون لكن نستطيع يعني احتضانهم أو تنظيم عملهم في سياق عمل الحكومة وعمل القانون حضرة العميد إدارة السلم الأهلي والإصلاح هي إدارة حديثة نوعا ما نعم صحيح إيش منجازاتكم حتى ولو كان بالفترة القصيرة اللي تم إنشاء في هاي الإدارة وإيش بتوعدوا الناس فيما يخص طبيعة عملكم يعني بحكم مثل ما اتفضلت إنها إدارة مستحدثة وحاليا يجري العمل على هيكلتها وعمل فروع لها في كافة المحافظات احنا عملنا لقاءات مع العديد من القطاعات اللي إلها علاقة في موضوع الشراكة في موضوع السلم الأهلي يعني نحن بحاجة إلى الجميع بحاجة للتربية والتعليم بحاجة للحكم المحلي بحاجة حتى لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والأهلية هذا السلم الأهلي مشروع كبير ويجب أن يكون شركاءه كثر للنهوض بمجتمعنا في ظل إنه تعرضت القيم الحقيقية منظومة القيم للمسوط والانهيار أو للتصدع في مجتمعنا الفلسطيني فإعادة ترميمها وإعادة بنائها بدها تحالف مع كل مؤسسات المجتمع للنهوض بهذا الأمر وهذا العبئ وأنا بتقديري سنتقدم بخطوة خطوة وأنا جدا كنت سعيد بلقائي مع دولة رئيس الوزراء ويعني وجدت إنه اهتمام عالي من طرفه في بناء هاي الإدارة بشكل مهني وبشكل فعال وإن شاء الله في الأشهر والزمن القادم أو الأيام القادمة سيكون لها عمل ملموس في اتجاه شعبنا الفلسطيني الصامد على هاي الأرض المبارك وبدنا يكون فيها لمسة أنثوية حضرة العميد طبعا ولجان المرأة لها دور حيوي لأن المرأة نصر للمجتمع وبالتالي أنا ذكرت الأمن الاجتماعي كمان في التشكيل الأول لهذه الإدارة الأمن الاجتماعي كمان والمجتمعي له علاقة في كثير من القضايا اللي تتعلق بقطاع المرأة وقطاع الصبايا وقطاع الشباب والأسرة الفلسطينية بشكل عام وبالتالي هذا أمر حساس تحديدا في موضوع استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامات السوشال ميديا وهذا نتج عنه كثير من القضايا اللي أحيانا لا نستطيع فردها على الضولة أو عرضها أو بعثها للمحاكم مثل ما تفضل لا نستطيع علاجها بطريقة خلاقة وبحلول خلاقة حتى لا نخرج منها مشكلة أخرى طيب هاي الإدارة إلى الصلاحيات عشان أنت تشتغل بدك صلاحيات إيش الصلاحيات المخولة لكم في العمل؟ يعني هي كونها في طور التأسيس وهي إدارة مستحدثة إحنا نجتهد في وضع خطة استراتيجية تستند إلى مهام واسعة موضوع الشراكات هذا مهام نعم موضوع أنه أنت تحيل مجموعة من القضايا لوزارة الحكومة محلية هاي مهام مجموعة أنك تحيل قضايا لمنظمات المجتمع المدني هذا كمان له علاقة بالمهام موضوع البت في القضايا المكدسة في المحاكم ويعني تأخر النظر فيها كثيرا هذا إلو مهام إحنا نبحث عن استقرار وأمن شعبنا ومستعدين أن لا ننام في سبيل شعبنا اللي قدم الشهداء والأسرى والجرحى اللي هم منارة طريقنا في حماية وخدمة شعبنا بأفضل طريقة إن شاء الله دائما الأمن والأمان والسلم لمجتمعنا وأبناء شعبنا اللي بيعانوا من كل شيء من الاحتلال ومن جائحة كورونا والله يزيل هالغم يعطيكم ألف عافية على جهودكم ويعطيكم العافي سلف إن شاء الله على شغلكم شكرا لكم لتلفزيون فلسطين ولكل مشاهدينا وشعبنا البطار شكرا لك حضرت العميد